أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا عمان عرش كون موجود كون موجود في المباشر كرحتوني بالمساجات شبيك ما تعملش مباشر شبيك ما تعملش مباشر أهلا وسهلا بكم عمان شوفوا شكون قدش من واحد كرحتوني 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 علش ما تعملش مباشر علش ما تعملش مباشر تحبوا كان القعدات والكلام والسلام هني قعد مبرتاجي هذا كش تحبوا أهلا بيك سارة صباح تيفينك يا بنتي أهلا فريال أهلا أهلا رباب كرهوني 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 بالمساجات شبيك ما عادش تعمل مباشر شبيك ما عادش تعمل فيديوهيت أهلا أهلا أحلام طيب فريعلم طيب فرماش راجلة شبيفه ما كان نساذ فرماش راجل طاعدت معاك تحلي لا 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 أهلا لأنا القعدة معاك وم你想想ت لم dingen معاكم ما عادش تحلالي. لا 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 بيالف خير بيالف خير. انا فديت من كلام. اهلا حسان. حدد. اهلا بيك. اهلا بكم الكل. انا غير مبرتاجي. شوية خلينا نجمعوا شوية من الناس. لو فهم انا معاكم نجمعوا شوية جههة لنا. قنات على انها. خلالي اهلا اهلا بظيفة. مالو اهلا. بسيطة كاريب جهاز. لا اهلا بسيطة. لو محبتي بخير من الخيض. لا تخافوش. فش خاصك سلطان لا 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 منحبش سلطان انا منحبش لا سلطان ولا حد شي تعرف المساجاتش باك ما تعملش دياراكتش باك ما تعملش دياراكتش باك ما تعملش وفي صحة جيدة وأحسن ما يرام غير أنا حابيت أقول لكم إني لبس وممتون يعني درت شو شوية فهمت قال إبراهيمي داوي أسلم أسلم أمن 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 أسلم أبدا. أبدا شبا بيا أبدا ابدا كل شيء واضح أنا أتحدث عن أشخاص فيكين سواء اللدينيين حكاية وش راهو صار في شمال افريقيا مالك ماروك قال لك مات لا لا ما ماتش ما ماتش ما زال حي الكلب عمر لك لا بطويل او مرتو بش طلقوها وماتها اما بش يموت اما بش يموت ما تخافش لا شيء يدوم كل شي ينتهي هذه القاعدة الاساسية اللي قالها افلاطون افلاطون هذه قصة تروى عن افلاطون انه كانت المرأة متاعه ياسر قبيحة 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 ما هو افلاطون يقولك ان اردت ان تصبح فيلسوف فخذ امرأة قبيحة الاخلاق والخلق قبيحة الاخلاق والخلق افلاطون هل تعتقد ان تتكلم عليهم رابب قبيحة الاخلاق والخلق لانه عندما تعيش مع انسان عديم الاخلاق والخلق تفتر بش تولي فيلسوف ما عادش عندك خيار وكانت المرأة متاعه كل الصباح وقتا يقوم من النوم تهز ما يسمى القصرية يعني البو يسميوها من عرش بالفرسوية مانتوبون مانتوبون تصبح فيلسوف نهار من النهارات حتى هو تعود ولا كل ما يقوم الصباح يمد راسه هكا تشدك القصرية حاشيكم انتع العذرة انتع العذرة وتصبح فيلسوف فهمتع اذا نهار من النهارات صبت عليه القصرية مد راسه هكا ما صبتش عليها القصرية اخي تلفت يلقاها ماتت فقال لا شيء يدوم فملك المغرب والحكومات الظالمة اللي موجودة الآن ورؤوس الأموال وسريق والخوانة والكلاب حاشا الكلاب سوف ينتهي أمرهم دائما معانتها قدش فيبقاو التغيير هو الثابت الوحيد في الكون وفي الوجود ومن لا يتغير ينتهي بالنسبة لي إبراهيم لا ما يحرجني حد شيء تعرفني أنا ما عندي حد شيء نخبيه اللي عنده سؤال يسأله على العام لا شيء مخبيه كل شيء وابح كيف نديره معاهم حتى الثورة لما نعود نجد ثمارها سارة لي برتين مش مسألة فهمتها خاطر خاطر أحنا منش نخدمه منش نخدمه متفرقين كما نعاود نقولها ونقولها كيولاد الحجلة فهمتها يعني طرق الواحد مننا يما يخدم وحده ولعبها زعما زعما ميحب ينتمي لحد وهو ما مش فهمين المشكل المشكل اللي أنا الشعار اللي حاطته حتى حد ما رب حط كل واحد رب نفسه ياسر أشخاص ما فهموهاش مع الأسف كيما نقول أنا عندنا مشكلة جهل بالمصطلحات وبالمفاهيم احنا في درجة جهل تحت الجهل تحت مستوى الجهل فهمتها يعني ماناش عارفين المصطلحات اللي نستعملوها ماناش عارفين شنو أن نعملو ماناش عارفين حد شي وكيما نقوله نغفصوا داخلين سوق البصصين بلاش ترمى فهمتها بيف لزمازيغ الأمازيغ بيف بالعمل هزيت صحتي هو اللي تنزل تسعين كيلو فهمتها التغيير أعطيني الفرق بين التغيير والتحول التغيير التحول قد يكون معانتها من الأسوأ إلى الأحسن أو من الأحسن إلى الأسوأ أما التغيير لا التغيير هو أعام وأشمل لأن التغيير لا يكون إلا نحو الأفضل أحنا مثلاً في تونس عملنا التحول فهمتها تحول لتحسب على الأمور هل هذا تحول فهمتها تحول لتحسب على الثورة هل هذا تحول هل هذا تغيير؟ ليس تغيير هذا تحول نتحول من حالة إلى حالة ولكن يمكن إلى الأسوأ وليس إلى الأحسن الشعوب لا تتقنى التغيير لأنها شعوب مدينة مربوطة بالدين والتقاليد الدكتاتورية شعلينا في الشعوب يا سارة التغيير لا يأتي من الشعوب والشعوب لا وجود لها أصلاً لا وجود الفرد هناك الفرد الواعي والفرد الجاهل كيف يحدث التغيير؟ التغيير ونرجع للتاريخ هي مجموعة من الأشخاص الواعية تعمل مع بعض من أجل التغيير بينما لو هناك أشخاص واعية لا تعمل مع بعض لن يقع التغيير لأن كما نقول ونعود نقول المسألة ما هيش مسألة حق وباطل من هو على حق أو من هو على باطل المسألة من يعمل ينتصر وإن كان على باطل الإسلاميين يعملون متحدون مع بعض يخدموا لين ونهار هذا كما أنت كيفاش يخدموا وعلاش يخدموا وكيفاش الدين استطاع أن يكذب عليهم ويجندهم هذي كمسألة أخرى مهمنش فيهم قلنا المزيغ حتى الآن لم يقدموا مشروع حقيقي قاعدين غير يسيبوا في العرب ويرقون كل الكوارث عن العرب طبعا أنت أمازيغية أعمل أنت أعمل أنت ومتعملش وحدك كانت تقول لي إلي يقول لي نعمل وحدي نقول له روح قوت فهمت إبراهيم نفقيه مكش خايف من الموت كيف أخاف من شي محتوم شي طبيعي يعني كأنك تقول لي يعني نخاف من الولادة ولا نخاف من الكبر لن أخاف من الموت لأن الموت حاجة ما نفكرش فيها لأن وقت نموت ما نش بش نفكر في الحياة إذا لن أفكر في شي لم أصل إليه أنا أعيش ليس لي ثقافة الموت لي ثقافة الحياة أحنا نخدم أنا وجلال وغير جلال وقاعدين نخدمه بالجداء بالجداء فهمت وأذاك عليك تشوفوني مشغول شوية أما قاعدين نخدمه سواء فهمت على تونس سواء على شمال إفريقيا كل واحد يخدم من الموقع متاعه وهنا نرجع للقولة اللي نقولها حتى حد ما ربحت كل واحد رب نفسه ليس يعني تكون أناني أو تخدم لي وحدك المفهوم من هذه القولة أن تقوم بدورك ولا تهتم بالآخرين كل واحد يتلها برب نفسه أنت الواجب متاعك اللي تقوم به في إطار المجموعة أي عمل أي تغيير يكون إلا في إطار الوحدة يد واحدة ما تصفقش دين الإسلام كله نفاق هذه مسألة مسلمة ولا نقاش فيها أصلا خلينا نخدم الإسلاميون دعموا الحكومة الحاكمة يجب إسقاط الحكومة الحاكمة يزينا من الكلام لازم الاتحاد تحت قيادة مهما كانت لأن الموت ده المجهول كيف أتخاف لا أخاف لا أخاف من المجهول فهمت لا أخاف من المجهول لأنني أعيش المعلوم صار المسألة كلها مسألة إن الإنسان يجب أن يكون ضمن إطار القطرة اللي تخدم أحدها عمرها متولي فيضان وهذا لا يخص تونس أو الجزائر أو المغرب بل هذا قانون إنساني عام عندما تتحدى القطرات يوقع الفيضان في وحدة الوجود حسام هذا موضوع ما تتكلمت عليه وطولنا نعود نتكلم عليه أنا طوى هذا المباشر عامله يعني صفة سريعة للأشخاص اللي طالبون عليش ما نعملش المباشر حبيتهم نقول لهم انتهى الكلام أنا متوجهوني لطبقة من الشباب اللي نشوف فيهم لكل هو شباب لكلوا واعي فهمت كلوا واعي فالكلام لهؤلاء الشباب الواعي الذي يجب أن يخدم ويعمل في إطار مجموعة تمت إذا هذا هو المسألة المهمة اللي حبيت مع أنت نحكي فيها اليوم خلينا في الموضوع هذا من نمشيوش المواضيع الميتافيزيقية مشكلتنا ليس مع الإسلاميين مشكلتنا مع رواحنا يا ويسام أبولو الإنسان اللي يحب يخدم ما عندوش إيمان لا يمكن أن تحارب أن تحارب عقيدة بدون عقيدة عندما تمرض ماذا تناجي لا يناجي أحد ذا بالطبيب واعتمد على الأسليب العلمية للعلاج وكان موت موت واشفيه الإسلام ليس كله سيء ونفاق كما تكرمت وقلت نعم هناك مجموعة سلفية والأخوان والأغلبية الصامتة للمفاهم يا ودي الإسلام الإسلام الذي فيه جيد موجود في الأخلاق الإنسانية ليس محتاجين لها إسلام الإسلام والأديان جاءت لشعوب جاهلة ولأشخاص خاصرة ولأشخاص ليس لها مستوى فالإسلام والأديان جاءت للجهال كما يقول المعري الناس نصفان من له عقل وليس له دين ومن له دين وليس له عقل إذن من ليس له عقل من هو قاصر ذهنيا من هو جاهل من هو متخلف محتاج إلى دين سوى إسلام سوى مسيحية سوى يهودية أو أي دين آخر أما الإنسان الحر فهو غير محتاج إلى دين لا محتاجين إلى سبور فنانسيي محتاجين مانيش عزيزي يسمع فيك أبا يسمع فيك المهم أننا محتاجين أهل الأميرة أحنا محتاجين إلى دين لأن الدين يأتي من الدين يأتي من الدين يأتي من الواجب الواجب الوحيد الذي يجب أن نعتمد عليه هو واجب العقل والعلم والمعرفة فامتا هذا هو الواجب الوحيد أما تجي تقول لي قال فلان عن فلان عن الأعرج عن الأعمش عن بطيخ بن دلاع فامتا من أكل بصل عكا كأنما زار مكة ونقول له روح قود روح أمشي ألعب أبعيد فامتا المثلة الرب الوحيد اللي موجود هو الوعي في الوجود هو الذات هو العقل هو الإنسان هذا كلامي هو وحي كما كلام كل واحد منكم هو وحي عندما يكون بوعي الإسلام هو الذريع الأقوى لأهم الدكتاتوريات الإسلام وكل الأديان الفكر الرأسمالي الفكر الاستغنالي أنا قلت هالكم ونعاود نقول هالكم ونعاود نقول هالكم أن أصحاب الأموال يحتاجون إلى الدين لكي يخدرون الشعوب باسم الإسلام باسم المسيحية باسم الشنتوقية البيضية أي ديانة كانت لكي لا تطالب بحقك في العيش لأن يمنوك يمنوك أن تعيش حياة بعد الموت وما لم تحصل عليه في الدنيا تحصل عليه في الآخرة وهذا تخدير عقول لكي لا تطالب في حقك في الحياة والوجود لأن القضاء على الدين هو الاعتراف بالإنسان كإنسان وبحقه في العيش من العار أن نتمنى من العار أن نتمنى ما يجب أن يكون من العار أن أتمنى أن الحياة السليمة أبسط مكونات الحياة من العار أن إنسان يحب يأكل أن إنسان يحب يعيش أن إنسان يحب الحرية هذه الأمور الأكل والشرب والعيش هذه أمور مسلمة لا يمكن أن تكون إنسانا أو حتى أن تكون حيوانا ولا تملك هذه الأشياء هل رأيتم حيوانا يموت جوعا فهناك إنسان يموت جوع وكان مات الحيوان جوع فبسبب الإنسان كيفاش ننزع العبودية أن ننزع العبودية أن نتحد نعمل في اتجاه واحد كما يعملون الأديان لا عذر بالنسبة لكل إنسان مهما كان يعتبر نفسه لا ديني وحر وإنسان إنساني كل إنسان يعتبر نفسه إنسان إنساني ويعمل لوحده فهو خائن وكلب حاش الكلاب ونزل من الأنذال وأي إنسان في الوقت الحاضر ينتحر فهو إنسان جبان تصور إحنا خمسة من ناس في سفينة والسفينة بيش تغرق يجي واحد من ربنا ينتحر يجي واحد مننا ينتحر فهو هرب من المسئولية إنسان أناني منحط أخلاقيا في مسألة الانتحار واللي ما أنت ترحت على مسألة نضال أنا بالنسبة لي تعرفت عندي نعرف أكثر من خمسة أشخاص انتحروا وهؤلاء بالنسبة لي جبناء مهما قلنا إنهم اختاروا موتهم وكذا وكذا هذا إنسان هرب من ساحة الجهاد من ساحة الحرية لأن الانتحار يصبح حق عندما نكون أحرار عندما يكتوثا في أوروبا عندما إنسان يكون مريض أو إنسان يقرر بشينتحر هو من حق أن ينتحر لأنه متوفر ليه كل الإمكانيات بتاع العيش أما إنسان في ساحة الوغاة وفي ساحة الجهاد وفي ساحة التحر وفي ساحة الخروج من الأزمة الذي نحن فيها من الخيانة وبيع الوطن وبيع الذات من ينتحر فهو جبان ونلعنه ويلعنه التاريخ يلعنه التاريخ خلينا في موضوع متاع الفيديو الموضوع متاع الفيديو هو أنه ليس هناك عذرا لإنسان اليوم واعي وليسمع فيه واعي وعارف أنه يقول لك أنا نخدم وحدي على خاطر ما لقيتش مجموعة ناثق فيها الله عنا الآن في شمال إفريقيا واضح لأمور سواء في منطقة الريف سواء في تونس وفي بعض المناطق الأخرى تظهر ظهور وقيادات ومن لا ينتمي لهذه القيادات فهو خائن لأرضه وخائن لتمزغه نريد أن نصحح الهوية الكلام الزايد ما عنده حتى قيمة كل واحد يخدم على روحه ويقول لك أنا نخدم من أجل ما عندها النقوة وكذا ومبعدتون جي معا وقلوا روح قود ما حاش ناش بيك نحب الرجال اللي تبدأ من الإيمان العقيدة لأن عدونا هو عدو عقائدي ليس عدو بسيط الإيمان بقضية الإنسان بقضية الهوية ليس بمفهوم عرقي وليس لغوي وإنما بمفهوم إنساني نحن ندعو للأمازيعية كفكر كفكر إنساني تاريخي هذا الذي ندعو إليه إذن هذا ما عنده حبيت نقوله في هذا الفيديو أنا لن أرحم ولن أعظر أي إنسان يخدم وحده مهما كانت الأسباب متاعه يأما يحب حرية ويخدم على روح قطة أحنا في حركة تغيير شمال إفريقيا وأنتم تعرفوا الانتمال الحركة هو الانتمال ذاتك يعني ليس هناك أي إنسان يشتغل في إطار الحركة انقلوا له شنو يعمل وشنو ما يعمل مدام هو إنسان مدام هو حر مدام هو يؤمن بالتغيير إذن يمكن أن ينتمي لهذه الحركة التي تعتبر أول أول فكر يجمع تمزغة من سوى إلى جزر الكراري يمكن أن تكون في أي حزب كان في أي جهة الانتمال الحركة أصبح اليوم واضح صحيح عندما نكون هناك كثير من الناس فقر حرن نفيد بعضنا طبعا طبعا محمد طبعا 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 راهوا هذا ماهيش كلاميانة راهوا ماهيش كلاميانة هذا كلام حقيقة القطرة لو لا تلتحم على القطرة لا يمكن أن تحبث وات ولا بحر لو كان البحر كل قطرة وحدة إذن مفهوم حتى حد ما رب حد ليس مفهوم كل واحد يخدم روح وحده وإنما كل إنسان يقوم بالواجب متاعه وميجيش يقول شبيه هدك يعمل هدك وشبيه هدك يعمل هدك وشبيه هدك يعمل شي مكثير ربه تلهاب رب روحك تلهاب رب روحك وقوم بالواجب متاعك في إطار التغيير الشامل التغيير الحقيقي من أجل الكرامة من أجل العيش من أجل الحياة رثاني يظل ليس ترجيع على الانتحار لكن في الانتحار انتهى الموضوع لكن لا يمكن أن أمنع نفسي من أن أحزن أنا لا أحزن ألعنه وألعن الأصل متاعه لأنه إنسان جبان إنسان منحط إنسان أناني كلب من الكلاب لا أترحم عليه ولن أترحم على إنسان انتحر في الحرب المسلميون ينتحرون ولكن من أجل قضية كان جاء راجل كان جاء راجل روح عمل حاجة وانتحر يذكره التاريخ ما كتحب ربك تنتحر تحب تموت كون راجل وانتحر برجولية وانت واقف مش تنتحر جبان بحبل مشنقة كلب من الكلاب حاشة الكلاب الكلاب لا تنتحر الكلاب أوفى وأرجل من أن تنتحر لعنة الزمان عليه ولعنة التاريخ عليه مع أنتها لا يصلح بسقة فهمت لا يصلح بسقة بسقة ما يصلحهاش ومش هو فقط وكثير انتحروا ونعرفهم ونلعنهم ونلعن الرادسة متاحهم فهمت يعمل لي أنت حار أنت حار أحنا في حالة حرب في حالة تحرر في حالة إخراج البلاد من الاستعمار يروح يقود هو والفقر والذل تحرك ربك حرر بلادك كل راجل اخدب حاجة وقدمت حاجة مش تجي تخدم بش تطلب الفلوس ولا بش تطلب تعيش ولا بش تطلب مركز لازم تكون العمل من أجل الوطن من أجل الأجيال نموت نموت واقف نموت راجل نموت شكل كلب حش الكلب دي ما نقول حش الكلب فهمت لا ينتحر يهرب للواقع أي طبعا ينتحر هروب هروب وجبن هو في أمريكيا ولا في فرنسا بش ينتحر ربه كما الإنسان مثلا اللي تشوفهم في تونس واللي هو يكل في العصاء وعايش كل كلب فهمت وميلقاش حتى بش يشري سيجاره وجي حط لك عبد الحاليم حافظ ولا جي قل لك يحط لك الحب وحيد الحب وحيد نعرش نوع ترمت أمه ها يتي في الخراع عايش ربك عايش في الخراع تعارش معنا الخراع فهمت واتبع لي في عبد الحاليم واتبع لي في فضل شاكر واتبع لي في أغنية حب ورومانسية وأيا نتحاب وأيا ندعو للإنسانية وأنا أممي وأيا ندعو لفلسطين تبرة روحوا وزمروا رأي ريحتكم ظهرت ريحتكم فاحد 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 احشموا على رواحكم وشوفوا رواحكم في المراية أمشي وأقرأوا بروفيلاتكم مش نوع قاعدين تهبتوا فهمت أمشي وأقرأوا بروفيلاتكم طبعا طبعا أي ذا ملعوني العمل السياسي العمل السياسي والمظالم الإنسانية فهمت مهمناش في ربه الدين مشاه سايفان ما يكون يخدم في الدين خليهم يخدم على رواحهم فهمت خلينا طبعا نحروا شعوبنا اسمع التغيير لا يقع إلا بسلطة يجب افتكاك السلطة من يد الخوانة والعملاء يجب افتكاك السلطة في تونس من يد النداء والنهضة والأحزاب التي تدور في فلكها والجمعيات التي تدور في فلكها يجب افتكاك السلطة من الملك العروبي الخائن يجب افتكاك السلطة من الجيش الجزائري الخائن يجب افتكاك السلطة من عملاء الموجودين في ليبيا من جنود من قيادات تعمل لمصلحة أجنبية المسألة واضحة المعركة الأساسية هي على الواب وهذا ثابت الآن أي مشروع أي شيء لا ينجح على الواب لن ينجح على الواقع السيطرة على الواب لازم التوانسة يسيطروا التوانسة الأحرار التوانسة الوطنيين التوانسة اللي عندهم عقيدة التوانسة اللي يؤمنوا بالإنسان التوانسة اللي يؤمنوا بالمستقبل يجب أن يتحدوا لكلهم مع بعضهم ويقضيوا على السنسور اللي قاعدة تمارس الآن من طرف النداء ومن طرف النهضة ومن طرف أذيالهم من الكلاب اللي يتبعوا فيهم سوى جمعيات سوى أحزاب مثل هذه بالنسبة لتونس الجزائر نفس الشيء المغرب نفس الشيء ليبيا نفس الشيء أحنا في الهواء سوى في الهواء سوى نفس الحالة إذن افتكاك السلطة أمر واجب إنساني ما عاش تعمل لي نحي ما عاش لا تعمل لي إضرب جوع ولا تحرق روحك اللي يحب يحرق روحه فهمتا ينجم يموت تحت الرصاص 32 ألف واحد تونسي من وقت الصورة غرق في البحر ميات ألف عقل مدبره رب من تونس في ثمانية سنوات انتهى وقت الكلام انتهى وقت الكلام لمظاهرات لا اعتصامات لا حرق نفس لا انتحار لا حد شيء يجب الاتحاد يجب الاتحاد من أجل إسقاط هؤلاء ما الذي أستطيع أن أفعل دولة وليس لا ليس ماذا الدولة تستطيع أن تفعل لا الدولة يجب أن تسقط الدولة فاسدة من وقت الاستعمار فاسدة من الاستقلال فاسدة احنا ناس مستعمرين مستعمرتنا فرنسا مستعمرتنا أوروبا يجب أن نتحرق قبل ما نتكلم نتكلم على الحرية يجب أن نتكلم قبل يجب أن نكون عندي الكرامة متاعي يلي يحب يموت رأوا أسمع تعملوا على الدولة باش تلقى لكم شغل ما تلقى لكم شغل اكشفتوا في الكامور طهر حداد اليوم ما كيفاش وقفوه فأنت اعتصام السمود في القسرين شوفوا كيفاش ملوحين كيف الكلاب أكثر من شهر يشكونوا شايفوا ومشكونوا اخذر لهم كل واحد يخدم لوحده هذا هو سبب المشكلة متاعنا لا ليس التذكير يجب العمل يجب العمل يجب العمل يا زك بارك لاسم العمل العمل في إطار واحد تحت راية واحدة كما وقع في الريف الآن متحدين تحت الزفزافي وتحت الحركة الريفية العظيمة وفي تونس نفس الشيء فهمت الاتحاد والعمل الجاد والتخلي على التضخم الأناني أمام سمو القضية هو المفتاح بالفعل هذا هو الكلام المنطقي الصحيح أحنا توا سامحوني في سفينة أحنا عشرين من ناس في سفينة السفينة بيش تغرق السفينة تم استعمارها لازمنا قيادة مهبنش فيه القاعد شكون مهبنش فيه شنو الأسلوب المهم إنسان يمكن أن ينقذ السفينة يعني إنقاذ السفينة أهم من كل شي أهم من من هو القادش كون الراجل من العشرين شخص اللي ما ينتحرش كتحان وما يهربش كتحان وما يرميش روحه في البحر كتحان واللي ما يخدمش وحده كتحان واللي ما يسكتش كتحان هذا هو اللي محتاجينه الكل تلتف ما تحشمش ما تحشمش ما تقولش شبيه يقول في الكلام ازاي شبيه كده الشي مكفي ربه أنت شي يقول كلام ازاي ما يقولش كلام ازاي كيفش يتعامل مع مرطه كيفش يتعامل مع ولده شي مكفي ربه هذا قيادي بيش ينقذ البلاد ينقذ البلاد هذا هو المهم انقاذ البلد هذا هو المطلوب إذن الفكرة واحدة نحبش نطول عليكم ياسر كان عندكم بعض الأسئلة طبعا ثورة شعبية لا تكون يا حسام إلا تحت قيادة وتحت تنظيم وبالنسبة لتونس فأخر الشهر سوف تعلن الجبهة الوطنية لإنقاذ تونس أو التوانسة من أجل التغيير وسوف يكون لها مكتب سياسي وسوف نقدم على حزب وخليهم يرفضوا رب والحزب فأنت في تونس نكونوا حكومة في المهجر من أجل أخذ السلطة أخذ السلطة بالقوة واللي حب ينتحر إرصاص متاع الخوانة إرصاص متاع العملاء إرصاص متاع رؤوس الأموال إرصاص متاع الإمارات وقطر وتركيا وفرنسا خلي يضربنا وخلي يقتلنا وأنا أول واحد مستعد أنا أموت من أجل هذه القضية واللي ما زال خايف من الموت يمشي يرقد في داره ولا يمشي أنت حرب بحبل كل كلب حاش الكلاب المد الوطني في تونس طبعا أنا أمدت لكم هذا المباشر على البروفيل متاعي لأن مع أنتنا نتكلم على تونس بصفة خاصة المد الوطني لتونس أصبح واضح جلال بريك قائد للثورة الحقيقية الحقيقية الوطنية وكل من لا ينظم تحت هذه الراية فهو خائن للوطن وخائن للتاريخ وخائن للإنسانية المهم الحكومة أحنا طبعا بش نقدموا على حزب بش نقدموا على حزب ونستناور الرفض متاحهم ولا نعترف بالدستور ولا بالبند الأول من الدستور تونس أمازيغية شمال إفريقية ضمن طبازغة تونس أرض حرة ليس إسلامية وليس عروبية هذا نرفض أن نخضع للسيستام السيستام لازم يتكسر كليا فهمت إذن الحكومة المهجر سوف تكون في أوروبا طبعا ولو تم رفض التأشيرة لتكوين حزب بالنسبة لتونس وطبعا الإخوة اللي يتابعوا من الجزائر والمغرب وليبيا طبعا موجود حزب ليبيا في تونس معانتها معروف وفما الحزب معانتها ثورة الريف حراك الريف المغاربة ينضموا حتى ولو سوسي ولو حتى سوسي أو من الأطلس أو أي شيء أما بالنسبة لجزائر مع الأسف الجزائر ما زالت متأخرة كثير في مسألة التحرر إذن الفكرة واضحة شكرا لكم على معانتها المتابعة ونقول لكم انتهى وقت الكلام كل شيء واضح الآن وقت العمل أي كلب حاشا الكلاب دي من نقول حاشا الكلاب حاشا الكلاب حاشا الكلاب ثلاثة مرات فهمت؟ أي كلب يخدم وحده ولا منظم لجموع عميلة ولا تابع السيستام ولا يعترف بالسيستام اللي تونس دولة عربية إسلامية فهو خائم لأرض تمزغة ولأرض تيناست شكرا لكم ونتمنى لأمور واضحة ومعاش تقولوا لي علش متعملش مباشر متعملش مباشر بالنسبة للفيديوهات على اليوتيوب نرجع نعمل الفيديوهات بتاعي قريبا غير حبيت نقول لكم اني بخير وفي صحة جيدة ونواصل في النظام إلى الموت إلى الموت نحن بش نموته بش نموته نموته رجال نموته واففين نموته بأتم معنى الكلمة وبسلامة ومع فيديو قادم وبسلامة نطلع عليكم مرة مرة نعمل فيديوهات شكرا وبسلامة ترجمة نانسي قنقر